بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في يوم من دراسي جديد مع معدد فيزياء واحد ومعكم معلمة أمل المسلوخ من لغة الإشارة أستاذ محمد القبيشي اليوم بإذن الله سنتابع ما أخذنا من حل للاختبار المقنن وندعم مفاهيمنا للباب الرابع بحل التقويم أو الاختبار المقنن لنقرأ أهدافي معاً اليوم بإذن الله سنقوم بحل الاختبار المقنن للباب الرابع وسنحقق خلال هذا اليوم أهداف الدرس أن نحل الاختبار المقنن أن نطبق ما درسنا من قوانين على مسائل حسابية إذن نحن في الباب الرابع على وهو القوة في بعد واحد سنقوم بإكمال وتغطية حل الاختبار المقنن لذلك عزي الطالب والطالبة أحضر آلتك الحاسبة الآن افتح الكتاب معي على الاختبار المقنن وقلمك الرصاص لنبدأ بسم الله في صفحة 128 في سؤال رقم واحد ماذا يقول؟ اقرأ معي ما تسارع السيارة الموضح بالرسم أدنى مطلوب عندي موجود عندي رسمة ومطلوب حساب التسارع أول ما تنظر إلى هذه الرسمة ستدقيق النظر ستجعل أنها هذه الرسمة بين إحداثيين أساسيين ألا وهم الزمن والسرعة تعلمنا في حساب السابقة كيف نوجد تسارع من خلال الرسم البياني عن طريق حساب ميل خط الموائمة بالتالي ستقوم بتحديد نقطتين أو زوجين مرتبين على خط المواء أو من ثم تحسب الميل دعني أختار نقطتين اخترت أنا النقطة الأولى على وهي الصفر وصفر كأبسط نقطة موجودة النقطة الثانية هي عبارة عن أربعة مع العشرة ستقوم بحساب الميل بشكل عادي جدا اللي هو عبارة عن فرق الصادات على فرق السينات بمعنى عشرة ناقص صفر على أربعة ناقص صفر سيخرج الناتج لك ثنين ونص متر لكل ثاني تربيع إذن هذا هو عبارة عن التسارع إذن الإجابة هي D فبالتالي ضع الإجابة لديك D انقل الحل الآن أو صور الشاشة في سؤال رقم اثنين ماذا يقول؟ بالاعتماد أيضا على الرسم البياني أعلى ما المسافة التي قطعتها السيارة بعد أربع ثواني عندما أتأمل هذه الرسمة سأجد أن المنحن الصادي سرعا والمنحن السيني ماذا؟ زمن والمطلوب مني إيجاد ماذا؟ إيجاد الإزاحة والمسافة المطلوبة لإيجاد ذلك لا بد أيضا أن أختار نقطة يبدو لي النقطة التي اخترتها هنا عند الأربع ثواني لأنه طلب منك هنا المسافة التي قطعتها بعد مرور الأربع ثواني سأطبق مباشرة وأعلم جيدا من قوانين فيزيائية سابقة أن المسافة تساوي السرعة في الزمن ألا وهو D تساوي V في T هل V موجودة؟ لا ستستعين بها من الرسم إذا تستطيع أن تكتب عزي الطالب تستطيع أن تكتب أن ماذا؟ أن V من الرسم قد تسأل نفسك من أين أوجد T ولم يعطيني إياها بل أعطاني فقط T في هذه الحالة ستوجدها من الرسم مباشرة كيف؟ هو أعطاك عند الأربع ثواني إذن تذهب عند الأربع إلى أن تصعد وتصدم في خط الموائمة بعد ذلك تميل إلى اليسار سجل أنها عشرة لذلك أنا هوض هنا بها في عشرة عشرة في أربعة يطلع معك أربعين إذن الناتج هنا هو ممتاز سيكون عندنا الناتج B إذن اختار النتيجة B هذا بالنسبة لهذه الجزئية صور الشاشة أو انقل الحل لديك طيب أنتقل لسؤال ثلاثة ماذا يقول؟ إذا تحركت السيارة في الرسم البياني السابق بتسارع ثابت فكم تكون سرعتها المتجهة بعد عشر ثواني طبعا لإيجاد ماذا؟ إذا تحركت السيارة يريد ما المطلوب فكم تكون سرعتها؟ إذا المطلوب مني سرعتها بعد عشر ثواني فبالتالي سأقوم بتطبيق ماذا؟ أن من معادلة ماذا؟ من معادلة التسارع أعلم أن معادلة التسارع ماذا تقول؟ تقول A تساوي دلتا V على دلتا T طيب ما المطلوب؟ المطلوب أن أوجد الدلتا V معناه لابد أن يكون لدي موجود T وأيضا الأي التي موجودة كمعطاه بعشرة هل مشكلة الآن في من؟ في الأي بالتالي أريد الأي لا تنسى أن السؤال ثلاثة مربوط بالسؤال الذي قبله ماذا يقول؟ يقول في الرسم البياني السابق سبق أن أتيت بماذا؟ أو أوجدت التسارع A تساوي كم قبل قليل؟ 2.5 أما أوجدناها قبل قليل 2.5؟ فبالتالي ستقوم بالتعويض عن التسارع ب2.5 مباشرة إذن أكتب هنا أن ماذا؟ أن A ماذا من السابق من النتيجة السابقة قد تسأل نفسك 2.5 من أي من النتيجة السابقة التي حليناها قبل قليل؟ إذن هذا بالنسبة لهذه الجزئية فطبقت أنا هنا جزئية ماذا؟ طبقت معادلة التسارع وأوجدت ماذا؟ V أصبحت لدي 2.5 عشرة إذن هي 25 متر لكل ثانية لو أتيت وبحثت عن السرعة 25 متر لكل ثانية لتأملت A وB وC وD وجدت الـ 25 في الـ B ولكن انظر جيدا إلى وحدة الـ B ستجد أن الـ B 25 كم لكل ساعة وليس متر لكل ثانية انتبه جيدا ولا تستعجل في الخيار في هذه اللحظة لأن الفارق كبير أنا أوجدت النتيجة بمتر كل ثانية الخيار 25 كم لكل ساعة معناه كل الخيارات كم لكل ساعة أنا مجبر هنا أن أقوم بالتحويل من متر لكل ثانية إلى كم لكل ساعة كما أخذناه في بداية الدروس مع تحويل جدول البادئات إذن سأأخذ الرقم 25 وأقوم بضربه بـ 3600 على 1000 25 ضرب 3600 بألتك الآن الناتج أقسمها على 1000 سيخرج لك 90 والوحدة هنا كيلو متر لكل ساعة فأختار C إذن واضح جدا الفرق فيما بينهم عندما تستعجل في الإجابة قد تخطئ وتختار بيه ولكن انتبه للوحدات في هذه الجزئية وهذا غالب ما يحصل في اختبار التحصيلي تستعجل وتختار نتيجة خطأ وألأ الأغلب في اختبار التحصيلي يعطيك أربع خيارات قريبة بعضها من بعض مما يقع الطالب في حيرة من أمره لذلك انتبه للدقاء القلمور في هذه الناحية من ناحية ماذا؟ الوحدات أنتقل الآن إلى سؤال أربعة ماذا يقول؟ في سؤال أربعة يقول ما وزن مجس فضائي كتلته 225 كيلو جرام على سطح القمر إذن لديك كتلة إذن أكتب تحت 225 M على سطح من؟ القمر مع افتراض أن مقدار تسارع الجاذبية على القمر 1.6 إذن هذا هو J لمن؟ للقمر إذن J للقمر وعندك M موجودة أتوقع أنني كونت في مخيلتي الآن قانون يربط بين الجي التسارع وبين الكتلة لإيجاد من؟ الوزن ألا وهو القوة إذن سأستخدم ماذا؟ سأستخدم قانون نيوتين الثاني فما F تساوي M في A الـ M 225 الـ A 1.6 أضربها الآن في الآلة أما يخرج لك الناتج 364 نيوتين إذن الخيار لدينا ماذا؟ الخيار لدينا C B عفوا اللي هو 364 أكتب فوق هذا التعويض F تساوي M مضروبا في A حتى تتمكن ماذا؟ من معرفة ما القانون المستخدم تستطيع كتابة كما تعودت معي دائما أن هذا J للقمر أيضا تستطيع أن تكتب هنا M دائما استعمل هذا الأسلوب أضع خطا تحت ماذا؟ الأرقام وأسهل على نفسي حتى أستمكن من البحث في مخيلتي عن القانون الأسهل والأبسط طبعا للعلم هنا بالنسبة لتسارع الجاذبية للقمر سبق ونبهت أن هذه الكميات ثابتة ويجب عليك حفظها تسارع الجاذبية للأرض 9.8 تسارع الجاذبية للقمر يساوي كم 1.6 وهذا للأرض اكتب هذه الثوابت واكتب عندها حفظ قد لا يأتيك في الاختبار هذه المعلومة وقد تستعين بذاكرتك فلا بد لك أن تحفظ تسارع الجاذبية الأرضية هنا إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال يبدو لي بسيط جدا وتطبيقه سهل في سؤال خمسة ماذا يقول يجلس طفل كتلته 45 كيلو جرام استوعب هذه القصة في أرجوحة كتلتها 3.2 كيلو جرام مربوطة إلى غصن شجرة كما في الصورة ما مقدار قوة الشد في حبل الأرجوحة دعني أتأمل عمدا هذه الصورة ودعني أحل للقوة الموجودة ومن ثم أفكر في خيالي ما القانون الذي سأقوم بتطبيقه دعني أكتب معك ما أفكر به يجلس طفل كتلته 45 هذه كتلة الطفل لنقل M1 في أرجوحة كتلتها إذن هذه كتلة الطفل وهذه كتلة الأرجوحة لنسميها M2 مربوطة إلى غصن شجرة ما مقدار قوة الشد قوة الشد اتفقت معك أنا رمزها T إذن Ft استفهام في حبل الأرجوحة عندما أقوم بتحليل الرسم هنا سأقوم برسم قوة الشد Ft في الحبل وFt في الحبل الآخر ودائما ما كنا نقول أن قوة الشد دائما في الحبال أو الخيوط تتجه باتجاه النقاط الثابتة بمعنى أن قوة الشد تتجه باتجاه الشجرة أليست علقت في شجرة فبالتالي متجهة باتجاه الشجرة باتجاه الأعلى فيقول هنا معلومات أخرى أن كتلة هذه الطفلة عبارة عن كم؟ 45 أضف إذن 45 سأقوم بإضافتها إلى كتلة من؟ إلى كتلة إذن سأكتب 45 زائدا كتلة الأرجوحة كتلة الأرجوحة 3.2 إذن معناها 3.2 هذه كلها على بعضها تمثل الأم طيب إذن عندما أقوم برؤية المسألة بهذه الطريقة أن القوة الشد باتجاه الأعلى ووزن الطفلة مع الأرجوحة باتجاه الأسفل للـ FG إذن من الطبيعي جدا وهذه الطفلة مستقرة على الأرجوحة إذن من الطبيعي جدا أن الـ F-T هذه تعادل الـ F-G فأستطيع أن أكتب أنهما متساويتان طيب أهدف إلى ماذا؟ إلى أن أكتب أن الـ F-T كما تراها هنا على الصبورة تساوي الـ F-G فك الـ F-G معين الـ F-G عبارة عن ماذا؟ عبارة عن M-F-G قد تسأل نفسك ما هذا الرمز؟ هذا الرمز في الرياضيات نأخذه كثيرا يرمز للمجموع وهو سيجما لماذا استعنت به هنا؟ لأن لدي مجموعة من الكتل كتلة الطفلة وكتلة الأرجوحة فأنا هنا مجبر أن أكتب مجموع الكتل ولا أستعين بكتلة واحدة انتبه انتبه جيدا هنا أنك لا تأخذ الـ 45 فقط أو تأخذ الـ 3.2 تأخذ المجموع فبالتالي اجمع 45 زائد 3.2 ثم اضربها في 9.8 هي ما تعادل قوة الشد إن أرى تسجل هذه الرسمة واسلوب الرسم ما في خيالك اسلوب يسهل عليك حل المسألة دائما في الفيزياء فماذا؟ نبدأ بالتعويض F-T تساوي سيجما M مضروبة في الـ G لاحظ كتب تحت السيجما M ماذا؟ 45 زائد 3.2 مضروبة في 9.8 اجمع ثم اضرب وليس العكس حتى لا يخرج لك الناتج خطأ ستخرج الناتج لك كام 472.36 وهذه قوة إذن نيوتن يبدو لي الأقرب لجوابي هذا هو D 4.7 مضروبة في 10.2 وهي موجبة معناته 10.2 كأن أقول حرك الفاصلة جهة اليمين منزلتين تصل لنفس تتيجتي هذه تقريبا فهذا بالنسبة لسؤال 5 أنتقل الآن إلى نفس الصفحة 128 في سؤال 6 ماذا يقول تقريبا نفس المفهوم لاحظ ماذا يقول إذا تدل غصن الشجرة في المسألة بمعنى أو قصد أنه انكسر قليلا أو مال إلى الانكسار غصن الشجرة من الطبيعي جدا أن يرتخي ماذا؟ أن يرتخي غصن الشجرة؟ بالتالي يرتخي معه ماذا؟ يرتخي معه الحبل والشد في الحبار في المسألة السابقة إلى أسفل بحيث تستند قدمات طفلة على الأرض أصبحت قوة الشد في حبل الأرجوحة كم؟ 220 فمقدار القوة العمودية في قدمي الطفل هنا المسألة يريد تحليلها قبل أن أبدأ في المسألة احفظ هذه النتيجة قوة الشد في الحبال كم كانت؟ 472 قوة الشد في الحبال كانت 472 0.36 هذه قوة الشد في الحبال قبل أن تنكسر الشجرة أو ترتخي غصن الشجرة بعدما ارتخت غصن الشجرة أصبحت قوة الشد هنا كم؟ 220 إذن قلت أم زادت قوة الشد هنا قلت أم زادت قلت فمعناه هناك فارق صح ولا لا؟ إذن من الـ 400 لـ 220 فارق وهو فارق واضح السبب في ذلك قبل كانت قوة الشد كبيرة جدا في الحبال عندما يرتخي قليلا غصن الشجرة ترتخي أو تقل معه قوة الشد والسبب في ذلك أن الطفلة ارتكت بقدميها على ماذا؟ على الأرض يعني كأنها كانت تريد أن تسقط فدعمت ماذا؟ أو ضغطت على الأرض بقوة هذه القوة ردت عليها بها الأرض بقوة عمودية أدت إلى نقصان ماذا؟ نقصان قوة الشد فيبدو لي وكأنني ألمح أن القوة العمودية التي ردت بها الأرض على قدمي الطفلة كأنها أخذت قوة من مين؟ من قوة الشد لأن قوة الشد قبل ارتخاء الغصن كانت كم؟ كانت 400 عندما ارتخى أصبح 22 الفرق هذا أين ذهب ذهب في دعامة الطفلة أو في قدمي الطفلة عندما ضغطت على الأرض بقوة ردت عليها الأرض بماذا؟ بقوة أخرى إذن يبدو لي أنني ألمح إلى ماذا؟ أكتب معي هذا التفسير أن مقدار القوة العمودية المطلوبة في السؤال يعادل الفرق بين قوتين الشدة السابقة واللاحقة بمعنى الأربعمية وكم؟ 472.36 سأطرحها من قوة الشد بعد ارتخاء غصن الشجرة اللي هو 220 فبالتالي نحصل على الفرق اللي هو عبارة عن 252.36 وتحقق من الإجابة بآلتك الحاسبة الآن إذن الإجابة تبدو لي هي بي قد لا تعرف هذا الأسلوب عزي الطالب والطالبة عندما نكتب الأعداد مفرودة كما تراها 552.36 وعندما يأتيك بخيارات مرفوعة الأس لا فارق أبدا لا فارق عندما نكتب الخيارات بهذا الشكل وعندما نفرد الإجابة بهذا الشكل فنحن نعلم في الرياضيات جيدا وهذه شطرسك أنت في الرياضيات عندما نقوم بكتابة عشر أس ثنين مضروبة بعدد عشري كهذا كأنني أقول حرك الفاصلة جهة اليمين لماذا أقول جهة اليمين؟ لأن الأس هنا موجب كم خانة؟ منزلتين فيصير عندك اثنين خمسة وأضف ماذا؟ صفرا بهذه الطريقة كانت الفاصلة هنا حركتها منزلتين فبالتالي تصبح الإجابة الأقرب لدينا الأقرب لاحظ ماذا أقول؟ هنا 250 الإجابة وأنا 252 تأخذ الأقرب هنا لو حركت الفاصلة ستكون 220 هنا 430 هنا 690 دائما ما أقول في أساليب التفكير حتى في اختبار التحصيلي استبعد الإجابات البعيدة جدا وضع عليها علامة X هذه بعيدة جدا هذه بعيدة جدا فأنا أحتار ما بين A و B أيهم أقرب؟ أختر B هكذا دائما أفكر بالخيارات في اختباراتي سواء حتى في اختباراتي التي نقوم بها الآن عن بعد أو حتى في اختبارات التحصيلي أو في أي اختبارات دولية تدخلها إذن هذا بالنسبة لطريقة الخيارات قد لا تأتيك النتيجة بالضبط 250-250 أخذ دائما الأقرب إذن هذا بالنسبة لسؤال 6 تنتقل الآن إلى سؤال 7 ماذا يقول سؤال 7؟ اقرأ معي اعتمادا على الرسم البياني أدناه ما مقدار القوى المؤثرة في عربة كتلتها 16 كيلو جرام أفكر قليلا المطلوب F معطيني M يبدو لهناك رابط وقانون بين من ومن ممتاز بين F و M اللي هو قانون فما ومعطيني رسمة فمعناه أنني سأقوم بحساب الـ F من خلال ماذا؟ ممتاز من خلال الـ A مضلوبة في الـ M الـ M موجودة 16 الـ A أين هي؟ لا توجد غير موجودة لكن مستعيضة عنها بوجود رسم تأمل الرسم الرسم البياني وبه خط موائمة بين من ومن؟ بين السرعة والزمن عندما أتأمل مباشرة إذا أنت ذكي وممتاز ستستنتج أنني سأستطيع حساب التسارع من خلال حساب الميل من هذا المنحنى أخرج أو أوجد من؟ أوجد الـ A ومن ثم أعوض فيها في قانون من؟ فما؟ فالخطوات عندي خطوتين إن أردت أن تكتب أولاً نوجد التسارع من الرسم البياني عن طريق حساب الميل ثانياً أطبق في قانون فما؟ ويبدو لك اخترت نقطتين النقطة الأولى دائماً اعتمد ذلك خذ أسهل نقطة صفر وصفر دائماً ومن ثم اختر نقطة أخرى ولتكن مثلاً ثلاثة مع الستة احسب الميل لها لنرى كيف خرجت الإجابة D الميل هو يمثل ماذا؟ التسارع اللي هو ستة ناقص صفر على ثلاثة ناقص صفر يخرج النتيجة ثلاثة لكل ثانية تربيع وتحقق الآن بآلتك الحاسبة بعد ذلك الخطوة الثانية سأقوم بالتعويض في قانون فما؟ فبالتالي الام موجودة لديك اللي هي عبارة عن ماذا؟ هذه الام إن أردت أن تكتب اللي هي عبارة عن الستة عشر هنا نستخرج الـ A خرجت الـ A بمقدار كم؟ بمقدار اثنين إذن تعويض مباشر ستة عشر ضرب اثنين 22 نيوتن يبدو لي إجابة بالضبط هي ماذا؟ هي في D إذن هذا بالنسبة لهذا السؤال اللي هو سؤال سبعة لدي سؤال أخير من الأسئلة المبتدة في سؤال ثمانية اقرأ معي ماذا يقول في صفحة 128 أرسم مخطط الجسم الحر لطفل يقف على ميزان في مصعد سبق وأخذت رسمة ماذا؟ رسمة المصعد لشخص موجود داخل المصعد ساكن صعد الأعلى ونازل للأسفل هو ماذا يريد؟ يقف مجرد يقف على ميزان في مصعد ثم صف باستخدام الكلمات والمعادلات الرياضية ما يحدث لوزن الطفل الظاهري عندما معطيك كم حالة ثلاثة رقمها معي واحد يتسارع المصعد إلى أعلى اثنين يهبط المصعد بسرعة منتظمة إلى أسفل ثلاثة عندما يهبط المصعد في حالة سقوط حر ويبدو لي نحن بالأصل عندما شرحنا هذا الدرس أخذنا على ثلاثة فقرات صح ولا لا هي تقريبا مصنفة لديك انظر كيف رتبت الحل طبعا ستقوم بالتخطيط هنا للجزئيات هذا رقم واحد هذا رقم اثنين وهذا رقم ماذا؟ ثلاثة ويريد رسم مخاطر جسم الحر لطفل يقف على ميزان مخاطر جسم الحر سأمثل المصعد بنقطة من ثم أقوم بتحليل ماذا؟ أقوم بتحليل القوة عنده قوة ثقله باتجاه الأسفل FG وقوة رد الميزان عليه اللي هي باتجاه الأعلى اللي هي F للميزان كما أخذناها سابقا إذن سنبدأ الآن بتحليل ونكتب ماذا؟ سنكتب العبارات التالية لأنه طلب مني استخدام كلمات وطلب مني استخدام ماذا؟ معادلات في رقم واحد يتسارع المصعد إلى الأعلى إذن المصعد هنا ماذا؟ يصعد باتجاه الأعلى لو تتذكر شرحنا في هذه الجزئية عندما يصعد المصعد باتجاه الأعلى ماذا يحصل؟ يحصل عملية زيادة للوزن وتسبب في ذلك قلنا أنها هي سبحان الله عملية يهبط فيها جميع أحشاء الجزء باتجاه الأسفل كأنها عملية عكسية فقراءة الميزان تتذكر عبارة عن الجمع بين مين ومين بين المحصلة والجاذبية فإذن الوزن هنا ماذا؟ يزداد انتهينا وفهمنا هذه من أيام ما شرحناها في درسنا تماما طيب الفقرة الثانية ماذا يقول؟ عندما يتحرك المصعد ولكن بسرعة ثابتة مباشرة أول ما تسمع سرعة ثابتة معناها التسارع هنا مباشرة يساوي ماذا؟ يساوي صفر عندما أقوم بماذا؟ وضع المعادلة قد تسألني لماذا كررت المعادلة سأقول المصعد ما زال ماذا؟ صاعد فمعناه سأستخدم نفس ماذا؟ المعادلة بالتالي المصعد صاعد إذن سأستخدم نفس المعادلة لكن هالمرة يقول لك التسارع مساوي للصفر فمعناه أي القوة ستلغى؟ هل F الجاذبية ستلغى؟ أم F المحصلة؟ من هي التي يوجد بها A؟ إذن مباشرة هذه يوجد بها A وبما أن A تساوي صفر إذن كل القوة هذه ملغاة ويصبح لديك قراءة الميزان تساوي F الجاذبية مباشرة هذه معلومة جدا مهمة يعني حتى لو جبناها في مسألة وكتبنا طفل يصعد في مصعد والمصعد التحرك بتسارع منتظم احسب قراءة الوزن الظاهري على طول استخدم هالمعادلة أضفها من ضمن الثلاث معادلات السابقة التي أخذتها طيب في الفقرة الأخيرة ماذا يقول رقم ثلاثة؟ عندما يهبط المصعد في حالة سقوط حر فمعناه عملية معاكسة إذن هنا يهبط إذن ماذا؟ المصعد نازل سأستخدم معادلة السابقة وهي ماذا؟ وهي الطرح إذن قراءة الميزان ستكون F المحصلة ماذا؟ ناقصاً F الجاذبية في هذه الحالة F المحصلة ناقصاً F الجاذبية وبالتالي ستعوض عن من هنا؟ سنعوض عن F الجاذبية هنا بصفر فيصبح لديك ماذا؟ القراءة المطلوبة F المحصلة تساوي F ماذا؟ G مباشرة اللي هو الوزن فبالتالي لدينا ماذا؟ ثلاث حالات هنا تستطيع أن تعتبرها حالات خاصة يعني الحالة الأولى سبق ذكرناها نحن الحالة الثنين وثلاثة حالات خاصة أيضاً تضفها على حالات من؟ على حالات المصعد هذا بالنسبة لهذا السؤال وهو يعني يدعم مفاهيمك أكثر بكتابة معادلات أكثر صور هذه الشاشة لتسنى لك إضافة هذه المعادلات بذلك عزي الطالب والطالبة انتهينا من حل اختبارنا المقنن للفصل الرابع نوفقنا من الله ونخطأنا من أنفسنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته